بسم الله الرحمن الرحيم احنا نهاردة هنتكلم عن تاني محاضرة في chapter 3 المرة اللي فاتت طبعا يا دكاترة زي ما احنا متعودين بنقول ال outline قلنا شوية definitions قلنا composition بتاع ال recent composite وقلنا شوية properties خاصة بال recent composite ال classification ازاي نقسم recent composite according طبعا لحاجات كتيرة زي ما قلنا مرة اللي فاتت according للfiller according للmatrix according للcuring للconsistency كل ده اتقال فيه lecture 1 دي تاني lecture بسجلها هيبقى فيها الادفانتجز والديس ادفانتجز of recent composite indications and contra indications وهنبدأ في ال steps of manipulation هنتخلص جزء منها وجزء التاني مع recent advances هيكون في اخر محاضرة ان شاء الله next lecture نقول بسيدي طيب زي ما عرفنا يا دكاترة بعد معرفنا كل ال properties بتاعت ال direct resin composite تعالوا نفكر كده نقول طبعا ايه مميزاته بقى ايه هي الادفانتجز بتاعته طبعا من الملاحظ ان cavity composite زي ما اخدنا في chapter 1 is more conservative زين الامالغام الثاتيكالي طبعا غير الماثل restorations خالص دي حاجة احنا يعني مش محتاجين نتكلم فيه cavity preparation is very very simple and less complex حالات زي الفراكتشر انت مش محتاج تعمل cavity مجرد من انت بتعمل شوية surface roughness وبتعمل bevel composite مش زي الماثلز خالص it's an insulative material الرزن ما بيوصلش الحرارة بيعتمد في ال retention على ايه كلمة اللي انتو زهقتوا مني المايكرو mechanical interlocking او المايكرو mechanical retention تقدر تعمل finishing and polishing right طوي على طول بعد الكورينغ غير الامالغام بتستنى فترة repairable لو جزء كسر او حصاب طبعا under certain conditions مش كل conditions بنعمل repair لكن under certain conditions نقدر نعمل repairable composite اه يعني الانواع الجديدة من as much as we can احنا بنقلل المايكرو طبعا غير ال indirect restoration زي بعض انواع من ال base metal والامالغام المايكرو leakage بتاعته افضل شوية من الامالغام ده في الانواع advanced او الانواع الكويسة مع طبعا skillful manipulation of composite تقدر تقلل المايكرو leakage وطبعا it's a universal material خلص كلنا بنعتمد على material number one indirect restoration of curiosity يبقى احنا بندور على مين كلمة السر ايه رازمكم بقول طيب the disadvantages بتاعته بقى مشكله اه هو صحيح ان هو المايكرو leakage بتاعت القليلة شوية لكن ده ما يمنعش ان هو after some while والدم كمان خمس سنين it has to be replaced ان هو بيعمل gap formation under margin في الاول بتبقى المايكرو leakage قليلة لكن طبعا احنا عارفين ان في فرق في الانير coefficient of thermal expansion and contraction الفرق ده بيزيد مع الوقت وبالتالي بيقدي ان الجاب دي بتزيد طبعا it's a more difficult technique sensitive اا اقول لكم زي ما يلكم اللي في سنة رابعة هيقول لكم النوع نظيف من composite youtube تتكلف كام غير كابسولة الامالجام خالص سعري تاني تماما وبياخد وقت انت هتعمل لسه بعدين بعدين بعد كده تحطو layer layer وتنقي shade وانسو قصة كبيرة قوي حضرتك ما كنتش بتعملها في الامالجام خالص you have to be skillful وانت بتضغط ال composite اا كمان composite layer resistance بتاوتو في انواع كتيرة قليلة اا فبالتالي بيحصلوا في اوقات الحالات اللي بيكون فيها high occlusal stresses ما تقدرش تستخدم فيها طيب يبقى احنا كده هنقدر نستخدمه في ايه يا دكتور اي curious defect يجي لك بشارط ان انت تقدر تعمله proper isolation وهنتكلم عن isolation of the operative field قدام شوية في المحاضرة دي class one class two three four five six كمان اي curious lesion تقدر تستخدم معاه the a content في حاجات تانية تقدر تستخدم معاه composite non curious lesions اللي انتو اخدتوها مع دكتور حسين السمن اللي فاتت hypoplasia hypocalcified t سوحد سنانو فيها بوتش بيضة ومتدايق منها حطت عليها direct tracing composite aah leaching مش نافع شكل سنانو مش عاجبه لو حطت عليها direct tracing composite المنظر هو يتغير طبعا انتو عارفين the abrasion مش محتاجة اتكلم في القصة دي تاني the abstraction كل المصطلحات دي انتو اخدتوها السمن اللي فاتت بالتفصيل في جوز خاص في الاول veneers واحد شكل سنانو مش عاجبه عايز يغطيها خالص veneers ممكن تبقى direct veneers زي composite وممكن تبقين direct بالبورسلن fractured tooth بتعمل لاي جزء منه تستخدمه it's a good core material تحت وتقدر كمان تعمل بي cementation مش بس الorthodontic brackets انت بتعمل بي cementation تقدر تعمل بي cementation للكور custom made core تقدر تعمل بي cementation لل crowns او ال indirect restorations عموما ال lay on lay تقدر تعمل cementation لل post and eventually we eventually ممكن تعمل بي splant لو انت مسلا عايز تجيب ارش كده تسبت بي بعض الاسنان فيها شوية mobility decatital perio بعد كده هتعرفوهم وهيقولولكو ان احنا ممكن نعمل composite splant ده ده دي حاجة مجرد بالحريك بس احطت شوية treason composite في cement ولزقت بين metal bar ده لو البني ادم دوت عنده اي نوع من انواع التروما اتخبط في السنان وابتده يحصل لها شوية relaxation او شوية mobility بس السنان الحمدلله سليمة تقدر تعمل حاجة اسمها composite splant a core material تقدر تقفل بيها ديستم او تعمل بيها veneers يعني application بتاع composite wide range طيب مستخدمش امتة composite بقى يا دكتور امتة مستخدمش resin composite او حضرتك تقوليلي ده contraindicated for resin composite لو حريك مش اقدر تعمل isolation seriously bleeding كتير saliva كتير very 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 poor isolation انت مش هتقدر تستخدم معي composite occlusal forces عالية زي ما قلنا الناس اللي عندها proxism زي ما قلنا المرة اللي فاتت we resistance بتاعت composite قليلة شوية فانا مقدرش استخدمها مع abnormal normal او heavy occlusal forces اه لو انت عندك class five lower eight ونازل sub gingival خلاص بقى ما تعذبش نفسك وتدور على sub gingival clamp او انت تدور على retraction cord وتعمل القصة دي كلها هو اصلا lower eight مش باين انت مش عارف تعمل التكنيك. العيان ده مثلا ممكن يكون عنده اي مثلا. العيان ده عنده مثلا بيتحرك كتير. او عنده مشكلة مثلا ممكن تجيله او نوبة الصرع دي ممكن تجيله اي وقت. فجأة بتاعك هيقف وتلاقي نفسك مش عارف تعمله. احنا اتفقنا ان ده تكنيك سانستاف ماتيريال. فبالتالي مش هينفع معيان حركته كتير. مش حركته كتير بمعنى ان هو عنده زي البرتنسونيان انت بتدور على حاجة بالاوبرتال بروسيديور بتاعها هيبقى فاست از ماتش از يو كان. ودي حاجة انتو اخدتوها مع الدكتور وايل. الجزء ده او رقم ستة دي انا تقريبا حزفتها من الكتاب. اي تنك ان هي مش موجودة. اه بصراحة هي مش منطقية دلوقتي ان احنا نستخدم الكنين اه ونحط فيه امالجم. احنا عرفنا ان الكنين لو حطينه فيه امالجم. حتى لو هو مش باين ويز سمايلنج. بس هو بعد كده هيعمل تارنش هيحصله 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 هتدي يعملك امالجم اه بلوز. فنمبر سيكس دي بليز اعتبر ان انا مش حطاها اصلا في السلايد. طبعا الناس احنا قلنا الناس اللي عنده بور اورال هيجينة مرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايتم وقلنا البني ادم اللي عنده بور اورال هيجينة عنده بلاك كتير الاورال كافتي بتاعته عنده هاي اسيديتي مش هقدر احط معاه راية او ايه كومبوزت لازم اعمل اقل الاسيديتي دي از متش از اي كان واعمل اورال هيجينة مجرز امشي العين على اورال هيجينة مجرز ويبتدي يحصل شوف شفت للأورال انفيرومنت بعد كده افكر احد كومبوزت العيان ده never ever تقدر تحطي له كومبوزت انلس ان انت تبتدي تصحح الهيفي اكلوزال فورس دي الاول ده البروكسر بيشينت زي ما قلنا كلاس فايف في الحاجات اللي ما بتبنش مش لازم نحط فيها كومبوزت بورورال هيجين زي ما احنا شايفين الراجل دوت عنده ملتبل اكستراكشنز السنان باين عليها ان كمان فيه روت اكسبوزد روت كرس كمان ما بنحبش معا قوي الكمبوزت فبعض الحالات ان احنا ممكن خلاص خلاص تشيل تقريبا اكتر من 3-4 طوز ان انت تحط الداير بترزم كومبوزت تبني كل ده هيكون هياخد وقت طويل جدا ياما تعتمد على ياما تستخدم امالجام بس طبعا احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده ما بندورش على المتال ريستوريشنز قوي في حالة زي دي اللي هي دوت احنا بنقول لك يا دكتور نشتغل على طول ياما ماتيريا لياما طفل الجميل اللطيف اللي عمال يشد في شعره ده اا لو هو عنده يعني في الشغل اا صعب بقى ان انت تتعامل معاه مش قادر تقعده على الكرسي من الاول هيوقت بقى يستناكوا انت بتحط برضو هتبقى صعبة شوية حالة زي دي انت مش قادر تعمل كفاية حالة زي ما انت شايف الجنجور is highly inflamed and very very bleeding كل ما هتوقف البليدنج هيرجعتيني spots of bleeding بتدي البلود دي من الكافتي واحنا قولنا الكنتمنيشن بيعمل ايه في الكمبوزت قبل كده او يعني طيب احنا كده خلصنا الادفانتجز وديس ادفانتجز وخلصنا الاندكيشنز وخلصنا خلينا نتكلم دلوقتي بقى على الجزء المهمة قوي 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 في الكمبوزت هو جزء الكلانيكال بروسيديور الكلانيكال بروسيديور يا دكتور عندك في البداية انيشيا الكلانيكال بروسيديور والانيشيا الكلانيكال بروسيديور بيبتدي انا حضرتك بتعمل ايجزامنيشن وبتشوفي ديفاكت دياجنوزز وتبتدي تحط خطة علاجية او بتاعتك اللي احنا اتفقنا عليه اللي انا ديتو لكو في الاول كل التبس والتريكس بتاعت الكافيتي بتخلص الكافيتي بتاعتك بتعمل كل حاجة بتبتدي حضرتك ايه بتعمل سيلكشن او بتبتدي تعمل ريستورتف بروسيديور بتاعك المانيبيليشن ستيبس يعني ايه دكتور يعني اللي احنا نستخدم نبتدي بقى نعمل المانيبيليشن ليه الكومبوزيت اول حاجة ان انت بتختار نوع الكومبوزيت ذا سكايز اللي متحضرتك هتنزل الماركت هتلاقي كمية براندز شركات كتيرة جدا منازلة انواع مختلفة من الكومبوزيت و كمية تايبس و كومبوزيت رهيبة من فضلك اعمل وايز سيلكشن الريستوراتف ماتيريال اللي انت تستخدمها اكوردنج تويور سيتيواشن اختار الشيد اعمل شيد سيلكشن بعد كده تعمل البربر ايزوليشن اف دا اوبرتف فيلد والشيد سيلكشن بيجي قبل فقرة الايزوليشن بريزنس اوف رابر دام طبعا البرزنس اوف رابر دام انت بتغطي الجنجر بلتشو خالص فده معناه ايه البينك تانت اللي بتديش جنجيفة لجزء السورفايكر بتاع السنين كده السنة تحرمت منه لما تيجي تختار الكومبوزيت و انت حاطة رابر دام هتلاقي الشيد مختلف تماما بعد ما حضرتك تشيل البربر دام فدايما الشيد سيلكشن بيتعمل قبل البربر دام ابليكيشن بل 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 بو تكشن لو انت عندك ديب كافيتي وبعد كده بقى الباندينج بروسيدور اللي انتو اخدتوه احنا مش هنتكلم عنه خالص في الشابتر ده في جزء صغير عنه قوي موجود في الكتاب لان انتو واخدين شابتر كامل اسمه باندينج اند ادهيجن مع دكتور واقل اعرفتو كل التريكس بتاعت الباندينج هنتكلم عن الدارج اللي موجود في العيادات طبعا في حاجات كتيره تانية طلعه غير اللي احنا هنقولها لكن احنا هنتكلم على الحاجات الموست كامن اللي احنا بنستخدمها دلوقت فيه الكلينيك بعد كده الباكينج عنده كنتورينج ازاي تقدر تعمل ازاي تشكله تعمل له شايبينج البوليمرايزيشن ودي ستاك مهمة جدا ومن اهميتها احنا هنتكلم على جزء منها وبعد كده في الاخر هيكون عندك شابتور اسمه ازاي تقدر تعمل ازاي تقدر تعمل علشان يبقى شكله ازاي بالزبط العيان لازم يعمل معاك في حاجة اسمها الكمبوزيت الكمبوزيت لازم يبص عليه علشان تشوف فيه اي دفاكت حاجة بكسرت فيه ستين فيه رفنس and so on ستاب وان اللي هي ستاب وان سيلاكشن اف ريزين كومبوزيت طب اكشيلي اللي ستاب تي انت عندك فكرة عنها من جزء ريزين كومبوزيت تعالوا باللاجك كده جزء ده كله هيبقى اسئلة وانا جيف ريزين صعب ان انا اسألك في الادvantages والdisadvantages والindications والcontraindications انا مش الشخصية اللي بتحب الlasting questions لكن اسألك في selection of resin composite type اقول لحضرتك packable composite is indicated in areas of heavy stresses او stress bearing areas او stress bearing areas مثلا او stress bearing areas requires انواع من الكمبوزيت ايه اقول لك complete هيك ترد تقولي الhybrid composite اه تبتدي بقى تفتكر في جزء classification الحاجات اللي احنا قلنا عليها هتبقى كويسة معانا او هتبقى indicated for stress bearing area اه يا دكتور اقدر احط indirect restoration طبعا اقدر يا دكتور احط hybrid composite اقدر احط nano field composite من الحاجات اللي تقدر تديني or show high mechanical performance packable composite يا دكتور من فضلك دواري على حاجة consistency بتاعتها تخينه شوية الحاجات دي كلها هتبقى useful في stress bearing area او ممكن اسألك السؤال بطريقة تانية اقول لحضرتك hybrid composite is indicated or can be used in stress bearing area ترجع بقى حضرتك classification وتشوف ليه hybrid composite قلنا عليه مفيد او مهم او mechanical properties بتاعته كويسة في stress bearing area نفس الكلام بالنسبة للسؤال packable composite can be used in stress bearing area تمام فهمتو الدنيا بتمشي ازاي؟ الجزء ده للأسف كان missed out في الفيديو اللي فات اه اه اتمنى ان ما يبقاش في حاجة missed out في الفيديو ده ان شاء الله اه هشرحه تاني الاجزاء اللي بيبقى فيها lateral stresses او fluctuate stresses دي هنقولها في السلايد اللي جاي doctor large cavity هتعمل في ايه هتحط في ايه نفس الكلام هتدور على indirect restoration او هتدور على حاجة packable composite او hybrid composite او nano field composite extensive preparation بيبقى محتاجة حاجة بتقدر اللي بيبقى is enhanced cement material مثلا انت بتدور على ايه دكتور بتدور على حاجة dual cured يعني انت مسلا تقدر تقول اقدر اقول لحضرتك دول cured resin cement is indicated in cementation of posts وده جيف ريزن حضرتك اترد تقول لي ايه تعالى كده نفتكر بان من ال challenges اللي كتبت واجهنا في ال light cured composites هو اي poor penetration of light curing device beam to ال intra radicular area جزء root دوت ان light بتاع الجهاز يوصله بيكون ضعيف شوية سؤال area of aesthetic concern بتدور على ايه نوعين اكتر نوعين بتدور عليها النوع اللي احنا بنحبه بندور عليه دلوقتي هو اه السؤال اللي احنا متعودين عليه نقول عليه nano fill the composite show excellent performance when used anterior or posterior هتقول النانو fillers مميزة في ايه لو انا استخدمتها ليه بتديني high mechanical properties وليه بتديني a good او perfect aesthetic properties جزء ده موجود في classification ده الجزء اللي كان missed out في الفيديو اللي فات اللي هو property the modular of elasticity property the modular of elasticity ده كثرة من ال properties المهمة هي عبارة عن rigidity او stiffness بتاع الماتيريال يعني ايه يا دكتور يعني it's directly proportional to the modular of elasticity كل ما الماتيريال كانت rigid كل ما تلاقي الماضي بتاع الماتيريال is high بتعتمد على ايه percent of loading or filler size والconsistency كمان تعال يا دكتور في جزء زي ده cervical restoration class 5 stresses اللي بتكون located على cervical restoration is not direct stresses انت مبتعدش على the cervical portion or occluding surface ما بيوصلش للcervical portion whatsoever بل هو فين هو في occlusal او في incisal طب اللي stresses بتيك ازاي دكتور بسيطة ان انت تبتدي يحصل force is applied على occlusal aspect تبتدي يحصل لها analysis وتبتدي تديك lateral stresses اللateral stresses تبتدي تعمل lateral displacing movement two of the restoration اللي موجودة في class 5 يعني لو انت حطيت restoration في cervical area اللي يمنعها انها يحصل لها displacement buccally that's why انت بتدور على material تقلل lateral stresses اللي واقع دي او مش تقللها بقى it can absorb the lateral or fracture stresses ازاي دكتور هي نفس فكرة الكاشن بالضبط الكاشن لما حضرتك بتحط راسك على الكاشن او على المخدة المخدة ما بتتقطمش ما بتتكسرش من اللود لكن المخدة بتبتدي تabsorb the stresses اللي واقع عليها من راسك and then ما يحصل لهاش اي 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 fracture دي flexible material يبقى انت بتبقى محتاج حاجة more flexible the filler size and percent of loading اقل شوية اللي هي الايه the flowable composite the flowable composite material with low modulus of elasticity وبالتالي يا دكتور it act as a cash لو حضرتك قفلت بيها الكافتي كله في small class 5 cavities او حضرتك حطتها as a lining material تحت packable composite في large or extensive class 5 preparations it will act as a cushion that can absorb part كبير or absorb the lateral stresses وبالتالي بتقلل possibility of composite lateral displacement ده الجزء اللي كان نزد من المحاضرة اللي فاتت اللي هو property modulus of elasticity نرجع لموضوعنا يبقى احنا قلنا اول step في المانيبوليشن steps of composite هي selection of the resin composite طلب اخترت النوع يا دكتور عرفت انت تشغال فين anterior posterior posterior cavity 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 cervical cavity occlusal انت بتلزق post بتعمل core whatever انت عرفت استخدامك ماذا تعالى بقى يا دكتور نختار الشيط والي استبدأ يا دكتور is very 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 important 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 في الامتحان يا دكتور اه يا دكتور طبعا important في الامتحان و important في حياتك كلها لانه خلاص كله everyone is seeking for orthotic كل العينين اللي بيقولك هما بيدوروا على orthotic orthotic is very 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 primary concern right now طيب الستاب دي مهمة ممكن يجيلك منها سؤال عادي جبنا في اي جزء منها كل جزء فيها مهمة ركزوا معايا بقى دكتور actually الستاب دي مش بس مهمة دي complicated ايه يا دكتور التعقيد اللي في الاول دا حضرتك بدية تعقديها ليه اه يا دكتور مأنا اهميتها وهي هي استاب صعبة مش استاب سهلة خالص وترك يلينا كلنا مش كل الناس تقدر تعمل proper sheet selection ليه دكتور هي حاجة محتاجة لا هي حاجة محتاجة concentration أو تركيز it's a complicated parameter وده اول سؤال ممكن يجيلك في جزء sheet selection every reason sheet selection is a complicated parameter حاجة صعبة ليه يا دكتور هي حاجة صعبة هقولك بص على الصور اللي تحت دي دكتور كده actually the tooth naturally is polychromatic يعني ايه يعني لو حضرتك بتبايد حيطة أو بتبايد باب الباب كله بيبقى مية واحدة نفس اللون السنة سبحان الله هي multi structure هي فيها different structures in single tooth كل structure بيدي color tint كل structure بيدي لون كل structure انعكاس الضوء عليه بيختلف كل structure بيكون composition بتاعها مختلف عن structure التاني واحد فيه organic component اكتر واحد فيه in organic component اكتر و structure pulp اللي هو كله عبارة عن soft tissue full of blood ده حاجة بيبقى لونه reddish pinkish هي تديك ال pinkish أو reddish tint الجنجفة اللي هي ممكن تديك ال pinkish tint جوزق بقى amelodentinal junction ده لون لوحده cemento enamel junction ده لون لوحده tooth cervical tooth incisally line angles بيقى عليها light بشكل مختلف غير tooth levial aspect palatal aspect inclinations بتاع الت tooth different inclinations of the tooth of the single tooth السنة فيه شوية irregularities السنة very very smooth surface تقفيز هنا تقفيز hypo calcification area هنا نقص calcium or organic content شوية حريك شايف the varieties natural tooth is polychromatic غير ان حضرتك كمان عينك غير عين الدكتور التاني غير عينه الدكتور التالت tooth فيها multiple colors multiple structures كل structure بال different colors اللي فيه should be interpreted by the human brain يبتدي المخ يحلل بقى ويشوف الحتة الغمق فين الحتة الفتحة فين انسوءا عمليه معقدة جدا يا دكتور ده كمان thickness بيلعب دور الخطير ده مش بس location يعني light اللي واقع على الكنين غير light refractive index اللي واقع على central الكنين موجود في corner وعنده حاجة اسمها اللي هي ايه الكنين ريتجي بتاعنا اللي موجود في الابيا الاسبكت يبتدي يلعب لك فيه انعكاس الضوء عليه غير صدرال الضوء الضوء بتاع الانامل بيفرق الناس الانامل عندها ثن الاناس عندها ثيك التوس نفسها فيها حتة الانامل فيها ثن فيها ثيك الدين كل الحاجات دي يا دكتور تؤهل الشيط ان هو يبقى complicated stop او complicated parameter تمام طيب ايه هي ايه وده سؤال مهم ممكن يجيلك في الامتحان الحاجات دي كلها يا دكتور هتفرق معك جدا السنة اللي جاية في الابليكيشن بتاع سؤال فاكتورس افاكتنج دا ايناامل shade variation اول فاكتور شوية السلايفا اللي موجودة على التوس يعني احنا بنتكلم ب start number one يبتدي من ابسط حاجة شوية السلايفا اللي موجودة على التوس او hydration dehydration state انت بتبص على السنة دي وهي عليها شوية سلايفا او عليها شوية watery content ولا هي completely dehydrated واحد دي يجي يعمل shade selection يقولو افتح بقك اذا انا مشايف كويس تعال كده نعمل air اه نعمل air syringe شوية blowing كده لويبتدي يعمل ايه dryness اقولو is this wrong or correct it's completely wrong إذا السؤال ممكن يجي لقت or false dryness is important before or important step or you have to dry the tooth first before shade selection حضرتك تردو تقول is this correct or false this is completely false لين دكتور السنة في drying or dehydrated condition غير tooth في hydrated condition خالص ليه يا دكتور هو dryness بيعمل دي hydrated tooth يا دكتور visible light طبيعي لما بتبقى موجودة السنة لو حضرتك عندك أي fluid على أي سطح reflection بتاع light بيكون أحسن presence of fluids دي بتعمل reflection of light أحسن فبالتالي بتباني tooth more translucent whereas dehydrated tooth بفيش أي fluids ده بيعمل it blocks the passage of visible light فبالتالي حضرتك بص على الصورة اللي تحت دي هتلاقي حضرتك على إيدك الشمال hydrated tooth is appears more translucent whereas the dehydrated tooth is appearing more opaque يعني opaque يعني يعني عاملة زي التبشيرة يعني ممكن تبقى whiter صحيح بس it's more opaque not that translucent طيب طب ايه مشكلة يعني يا دكتور طب انا هجرب وانا وانا يشيد على دي hydrated state السؤال اللي بيطرح هل عياني وهو بيتكلم مع سوه بيأكل هو بيشرب هو بيتحب سينانو hydrated ولا dehydrated definitely hydrated لانه عنده continuous pool of saliva موجود في بلقه السليفة يعني ربنا ما يحرموا منها كده مش هتتقطع خالص من حياته فبالتالي حضرتك natural condition بتاعتك هي hydrated ولا dehydrated state definitely elhydrated state that's why you have to select the shade under hydrated state تمام يبقى إذن سؤال give reason selection of shade of resin composite restoration should be performed under hydrated conditions dehydration state the tooth become more opaque due to the block of the passage of visible light and the decrease in the refractive index and the is more opic more opic more opic normalization degree bordo it's not in the same tooth among the same tooth اجريتك لو جالك فراكشر في توس زي دي او عندك كاريس ليجنز و جنبك حتة وحطيت الشيت بتاعك كله على النورمالي منرايز توس ايه الاخبار بقى زي الحال الشكله طبعا هيبقى مختلف ويبقى شكله غريب جدا الدينتين اللون الدينتين اللي ينعمل طبعا دينتين لير لون الدينتين هيختلف احنا هنتكلم كمان شوية عن الدينتين شايت وفي حاجات بقى سورفز فاريشان بتظهرلك يعني ايه دكتور يعني عندك كراك في نص الطوس زي ما احنا شايفين في الصورة كده كراك بطول الطوس لو انت عندك كاريس ليجن مثلا كلاس 5 دافينتلي الكراك مش موجود في جزء من الطوس و جزء التاني لا فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تعتبر من السورفز فاريشن الكراكس سورفز ستينز انتيرير انتبوستيرير روي الكراكس يبقى احنا كده using daylight ما تفضلش متان نحفل الكمبوزيت فترة طويلة للسنان لونها white الكمبوزيت لونه white هتفضل الباصس فيه فترة طويلة هيبتدي يحصل حاجة اسمها eye fatigue من فضلك كل شي هتبص على حاجة لونها colorful لان في الاول في الاخر مين اللي بيختار ده human والhuman variation بتاعك عالي انت بتعتمد على عناك لو عينك ده fatigued يبقى حضرتك مش هتعرف تختار ال shade صح avoid gazing يعني staring او التحديق بالعربي for a long time in the operative field او in the tooth من فضلك ذكر ال cavity configuration شوف ال cavity بتاعك superficial او deep وصل لل dentine او لا اصل لو وصل لل dentine يبقى انت تبقى محتاج composite dentine shade طب لو في الاينامل بس لا خلص انت او تحطى composite انامل shade بس شوف الثكنس بتاع الاينامل بتاعك اخباره ايه انت لو انامل بتاعك حتة صغيرة قوي يبقى دفنة الايكتوس دي يالور دان السنان اللي بتبقى فيها الاينامل او شوف كده الاينامل هل انت عندك دنتين ستيند عايز تعمل ستيند عايز تقلدها لو انت مش عارف تشيلها عندك areas of hypo calcification عايز تعمل لها ماسكينج او عايز تقلدها لو هي على السورفاس كل الحاجات دي مهمة جدا وحضرتك بتختار الشيط دي كلها فيه جايد لاينز تانية كتيرة اوي 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 هتعرفها حضرتك وانت بتدرس chapter ethetics ان شاء الله في graduation year وهتعرفها كمان في يعني هتدرسها في اكتر من مادة guidelines بس احنا بنتكلم دلوقتي بس على ايه الليه احنا خلاص خلاصنا طيب اختار الشيط ازاي احنا بنتكلم على او ان انت حضرتك بتعتمد على عينك مش بتعتمد على جهاز علشان تختار الشيط فيه اجهزة بتختار الشيط وحضرتك برضو ماينفعش تعتمد عليها لوحدك بتعتمد برضو على عينك ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على الدارج او طريقة الدارجة لاختيار الشيط بتاع الكمبوزيت اللي هي visual method فيه عندك three options بص يا دكتور يا اما حضرتك انت تبقى جايب مكلف وجايب كبيرة من الكمبوزيت والشاري بس tube او اثنين والكت دي يبقى معاها قريدي الشيط جايب بتاعها لما يخلص الكمبوزيت ده لان حضرتك صار في مكلف الشيط ده هترميط يعني الشيط جايب ده هترميط معقولة يعني لا مش هترميط فتحتفظ بي تختار بي shade لو انت بتديت تشتري انواع تانية من ال A composite او ان انت تبقى مكلف اكتر بقى وتقول لا لا انا هشتري بقى shade shade guide خاص بي وتبتدي تجيب اللي هو vita 3d vita pan 3d master اللي هو بقى اللوبز بتاعته بتبقى عبار عن material بتاعتك وحيلي finished ولطيفة وتفضل عايشة معاك في العيادة وتعتمد على ال ready made اسمه ايه الكلام ده يا دكتور الصورتين دول اسمه ايه اسمه ready made shade guide يعني حضرتك بتروح تشتري من ال dental store او بيجي لك في الكت بتاعت القباضة اللي انده بتشتريه او ان انت تعتمد على حاجة اسمها لا تقول بقى لا يا دكتور لا انا مش هعتمد على ال ready made shade guide وهعمل بايدي custom made shade guide من ال composite هاخد جزء من ال composite وتعمل بايدي وتعمل بايدي او انت عامله بايديك او في اخر صورة بقى ان حضرتك ولا هتعتمد على ال shade guide ولا ده اساسا وهتعمل حاجة اسمها تاخد كده جزء من ال composite وتعمل بايديك وتبتدي تشوف هل ال shade suitable for the tooth or not محتاج حاجة اغمى محتاج حاجة افتح انسوقه اختار انهي دكتور اشتغل بانهي هنعرف دلوقت تصدق تصدق او متصددش افضل وسيلة هي recent composite مكمل ازاي دكتور ده انا واحد صرف ومكلف وجايب فيتا بان فريدي ماستر حاجة عنه واحد تاني يقول ايه يا دكتور ده انا تعبت نفسي وعملت شيت جايد بايدي ازاي ان انا مجرد ان انا احط حتة composite كده على tooth هو ده الصح هنعرف تلوقت سؤال مشبور ممكن يجيلك في الامتحين ready made shade guides are inaccurate in selection of composite shade هي in selection of any shade يعني انا لو جيت اختار shade crown ready made shade guides are inaccurate لا انا ما قلتش كده انا قلت ان هي inaccurate in selection of composite shade only اش معنى يا دكتور composite shade فكر معي كده دكتور الفيتا pan 3d master اللي انت شريدة الماتيريا اللي بتاعته ايه افتكر كده احنا لسا قايلين يا بورستان restoration انت بتحطها ايه دكتور composite يبقى it is fabricated from different materials من الاول كده بسم الله الرحمن الرحيم الماتيريا اللي بتاعت مختلفة طب ازاي هتعتمد عليها ازاي الكلام ده الكلام ده لو انت هتحط بورستان اه انا معاك استخدمي انما الكلام ده احنا دلوقتي بنستخدم ايه الماتيرا يبقى that's why اول سبب ان ready made shade guides وده سؤال جالهم قبل كده ready made shade guides are inaccurate in selection of composite sheet because it is fabricated of different materials طيب هتيجي تقولي يا دكتور طب اهو فيه shade guide بيجي مع composite kit ما بيبقاش مع معمول من بورسلين ولا حاجة ممكن كمان يبقى معمول من composite هقولك اه يا دكتور you are correct بس shade tabs بتاعتك of standard thickness يعني لو هو قايل لك ان A1 هي A1 of thickness مثلا انت خانه كذا هل كافتي دابس بتاعك بنفس تخانه اللوب بتاع shade guide لا طب تخانه الدنتين لا يبقى اذا thickness بتاع الانامل والدنتين احنا قلنا ان هو بيختلف في يعمل لك shade variation طب و ايه تاني يا دكتور انت واحد اشتريت الكيت دي وتراكن shade guide بتانك هل ينفع تستخدمها وتختار shade guide اه او تختار shade بتاع different type او different brand of composite اشتريت كيت من نوع تاني او النوع ده مبقىش ينزل خلاص دا فنطلي لا تا عندك كل شركة among the different brands بيطلع لك خمسين اسم في ناس بتسمي ال composite بتاعها A1 A2 A2 A3 A4 في ناس بتعمل A1 enamel shade A1 translucent وفي universal color وفي not universal وفي body shade والاسامي بتختلف باختلاف الشركة كل واحد بيسمي according to his own policy composite shades كمان بتختلف يعني A1 في ال brand ده غير A1 بتاع ال brand ده ليه؟ اصلا ال composite بيختلف الفيلر اللي هنا غير الفيلر اللي هنا الفوتو انشياتور اللي هنا ممكن تختار shade A1 وتبقى مختاره على نوع composite اخ العين اختفى وانت مسجل في التشارت بتاعتك ان السنة مثلا الحتة دي لونها A1 يجيلك العين بعد شهرين تبقى خلصة تيوب بتختار نوع تاني وانت مغمد تاخد تيوب بتاعت النوع التاني برضو A1 وتقوم حاطتها تلاقي اللون اختلف ايه ده يا دكتور؟ ده اختلف اه يا دكتور ده different composite brand ده حاجة تانية خالص غير اللي انت كنت منقيها زي ما قلنا different composition ممكن among the same brand يعني انت في نفس سريعا ممكن يبقى عندك micro field composite وnano field composite ده يديك الوان وده يديك الوان زي ما هتعرفت كمان في التشابتر اللي جاي ان في عندك انواع من الفوتو انشياتورز بتدي يلو ارتنت في الكمبوزت حاجة بقى تانية لما تختار اللي تشايد بتاع الكمبوزت تيجي انت مثلا تبص على A1 دقاء دا لونه A1 وتقوم واخد جزء من الكمبوزت خد بالك ان ال polymerization بيغمى الكمبوزت حاجة لما تحط الكمبوزت وتختاره لازم تعمله كيورين وتبص عليه بعد الكيورين مش قبل الكيورين ليه دكتور لان ال polymerization makes the composite ضعر كل دي اسباب تخليك حضرتك ال ready made sheet guide اللي موجود عندك ده تستخدمه only in the indirect restoration طيب يبقى اول تكنيك اللي هو ready made sheet guide is not that accurate طب همدور على حاجة تانية طب يا دكتور انا همشي على كلامك واعمل custom made sheet guide اقولك انت ممتاز هو ايه custom made sheet guide وده السؤال ممكن يليلك definition define custom made complete custom made sheet guide is not حضرتك هتقولي ايه this is a construction of customized sheet guide made of different material ولا الجنين او same material جنين يعني same او المادة الام made of the same material انت مش بس كده لما تعمل حاجة ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن يعني لما حضرتك تعملهولي ايه هو كله على بعضه customized sheet guide ده تعمله من ايه وان يبقى انت جاي تهزر لا ده انت بسيت عال cavity بتاعك وشفت الدبس وشفت فيه انامل ولا دينتين sheet وقلته فيه sheet guide may be layered may be layered in different or various sicknesses according to the cavity ازا يعني انت عامل sheet guide بنفس تخينة الايه restoration اللي هتحطها انت 4 ميلي يبقى انت هتعمل sheet guide تخينته 4 ميلي 2 ميلي منهم في الدينتين يبقى اه يبقى نص sheet guide ده هيبقى دينتين sheet اللون الفلاني والنص التاني هيبقى ينامل sheet اللون العلاني ازاي يا دكتور تعال نشوف ده اهو sheet guide الرجل ده قرر انه هو عمل دينتين sheet بشكل نفس الاتخال ده sheet guide central incisor بالنفس الشرشرة بتاعت الماميلونز او دينتين لوبز بتاعت الماميلونز وبعد كده بتده يحط لو تبصوا يا دكاترا incisor هتلاقوا ان اللون is more translucent عن cervical الرجل ده بيتعامل صح وبتده يحط الانامل layer بتاعته فادل يبني يبني لغاية لما وصل لsheet guide بتخانة cavity ده مش بس كده ده هو عارف ان لونه هيختلف بعد finishing والpolishing فعمل sheet guide ده finishing وpolishing very 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 precise custom made shade guide الكلام ده جميل بس ده ده حلو قوي في la la land او ده حلو جدا في neverland يعني ايه يا دكتور ده waste of time this is waste of time يعني ايه يعني ايه جيلك عيان عايز يعمل restoration simple restoration class 1 وتيجي انت تقول لا معلش انا ايسف بس اصلا انا هعمل sheet guide فانا هفتح cavity ويقولك العين ده مسافر والله عنده ظروف والعين عندها فرحة and so on مش هيقدر يجي لك تاني لا لا انا ايسف انا ايسف restoration ريست highway محين تدفع نعملها اليهпар đấy لان انا republic وانا قررت ان انا هعمل cavity واما وهشيت habitat وعمل وعد كده حضر دك جيلي مرة جاية نكون احنا احتر Staiki وظبطناه علشان احطى ان عندك حاجه او انت مستعجل قوي طب خلاص بقاعد استناني بقا انت ست اسطح انonn ellic powder بتاعك فورا لونج تايم قاعد بتعمل ايه بتعمل الشيد جايد وبتعمل فينيشن وبتعمل بولشنج للشيد جايد وبعد كده عدي بتدي الريستوراتف بريسيدير بتاعك يعني المفروض تاخد منك تقريبا مكسيمالي 45 مينتز انت عملت دابل انجل التايم وعملت بتاخد منك دلوقتي اكتر من ساعة هل هذا مفروض؟ اكتبا ليه مفروض هو عيبه الوحيد الكستام ماد ان هو ايه بصراحة اصلا مش شيد واحد يا دكتور تا دفرنت شيد انت بص انت كده عايز تعمل فنير للانسايزور ده طب ايه هنعمل ايه اه اخترت لون السيرفايكل لون المدك ولون الانسايزور واخترت كمان لون الانجلز الميزيو بروكس الميزيو ليبيل وديستوليبية ليبيل انجلز واكتشفت كمان الدنتين لون واللون بتاع الدنتين سيرفايكالي غير اللون بتاع الدنتين في الحتة الميدل 1 ثورت اااا وفيه قوز من الدنتين ديب انت عايز تعمل له ماسكينغ لانه وقريب من البيب فاللونه بينك شوية ده في حاجات كتيره قوي دكتور والطوز دي ممكن يكون فيها كراك فانت عايز تبتدي تعمل شبه الكراك او عايز تقلدها ده قصة كبيرة بقى يبقى انت دماغك مش دفتر انت دماغك كدكتور مش دفتر مضطر تعمل بعد كل الكلام ده ده جزء مهم جدا 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 يا دكاترة وجيل زي ما يلقى قبل كده في الامتحان يعني ايه كالر مابينج دي الخريطة اللي حضرتك بترسمها اما بترسمها دايجرام والدايجرام ده ممكن يكون كروكي باي يورون دير هاند على اي ورقة او دايجرام باي كومبيوتر يعني كومبيوترايزد بروغرام زي كده بتبقى موجودة على الكمبيوتر تساعدك ان انت تفيل اندى سبيس وتعمل الكالر ماب لك او ممكن حضرتك تبقى مصور صورة نظيفة ديجيتال فوتوغراف زي توز زي دي فيها فراكشورد انصايز الاتش وتبتدي على الكمبيوتر تلعب باشكال وتبتدي تكمل الحتة دي وتحط بقى ايه تبتدي تعمل اسهم وتبتدي تقول ايه بقى اللون يبقى تاني color mapping definition بتاعه it is a diagram والدايجرام دوت mostly طبعا انضف طريقة ان هي تبقى computerized diagram او pre-operative digital photographs of well hydrated teeth to represent the different composite shade placing sequences يعني ايه يعني حركة بتحط الوان كتيرة اوي وبسيكونس مختلف او بترتيب معين هتبتدي بلون الدينتين الغامق الاول وبعدين الفاتح وبعد كده الانعمل اللي هو body shade وبعد كده بتدي الinsize كل الحاجات دي هتو تشوفوها ان شاء الله في فيديو ليه علاقة بالapplication بتاع الcomposite ان شاء الله next lecture يعني ايه ايه انامل shade reproduction السيكونس ايه بقى حضرتك الدينتين shade reproduction السuperفيشيال والديب انامل shade reproduction mask the stains او hypercalcifications اللي بتبقى موجودة في الدينتين عايز تعمل لها masking opacifiers بتستخدم حاجة اسمها مغمئات او opacifiers to represent areas of hypocalcifications areas of stains areas of cracks surface cracks كل الحاجات دي composite shade placing sequences زي ما انت شايف يا دكتور في الصورة اللي فوق الرجل دوت اشغال على program ابتدى بقى يدخل ينقي الالوان المختلفة قال او يا دكتور شايف كاملون عد كده دكتور معايا كامسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر الوان في التوس دي ينهر ابيض عشر الوان بتان tubes composite انت متخيل الموضوع او حضرتك زي الرجل دوت قرر ان هو يرسمها كروكي كده على الكمبيوتر وقسمها بس equal thirds middle incisal mesial distal وقال زي الصورة اللي تحت دي والله cervical ده هيبقى اثري ده بقى بال ده مش computerized يعني او incisal edge دي لونها كزا وخد بالك ده فيها minor cracks crack صرفيعة قوي هحاول اعمل لها representation والbody اتو تمام طبعا the more complicated color mapping the more ethetic restoration او more precise اه color زيني الراجل اللي اختار العشر الوان دول او الاثناشر لون دول ما اختارهمش من فراغ ده الراجل برضو ايه فاهم هو بيعمل ايه كل ما الالوان كترت في التوس لان احنا عارفين التوس is polychromatic كل ما حضرتك فاهم انت بتعمل ايه بس هي مش كترت الوان عرفوضي هي ايه it is the same tooth shade selection بسم الله الرحمن الرحيم اه احنا نهاردة هنتكلم عن اه تاني محاضرة في chapter 3 اللي هو directorize and composite restorations احنا كده خلصنا يا دكتور a major step اسمها shade selection يبقى احنا كده عندنا cam step of the manipulation steps selection of the recent composite type selection of shade وعندنا تانت حاجة اخترت اللون او زي ما اتفقنا ال shade selection بيكون قبل ال application او قبل ال isolation لسببين انت ممكن تعمل isolation وتعمل dehydration لل tooth وتاني حاجة the presence of rubber dam deprive the tooth from the pinkish ah tent of the gingival tissue طيب اه ال isolation بيتم بايه طبعا الماستر بتاعنا هو ال rubber dam system اللي احنا دايما بندور عليه وبنتمنى كل الطلبة يعملوله application في السنين اللي جاية ان شاء الله ال clinical اه اه طبعا is a isolating tool لكن ما بنفضلهاش قوي فيه حاجات تانية بنعمل بيها isolation اه زي اللي في الصورة اللي على ابنين دي اه بنعمل بيها علشان لو انا شغال زي preparation وامش عايز ال blood يجي من الجنجفا يعمل لها ايه يعمل the bonding procedure بتاعي او jingival fluid اه وفيه حاجة كمان بقى يا دكتور ظاهرت اختراع العصر الحديث التفلون تيب اللي انت بتجيبه من عند السباك ياس انت بتجيبه من عند السباك هو نفس التفلون تيب اللي بيستخدمه صادقنا السباك مش فرق عنه اي حاجة خالص الابيض الكميل اللي بيلفه بيه بعض بعض الحنفيات علشان يعملوا الحنفيات زي طب احنا هنعمل بي سيمير من الحنفيات يعني يا دكتور لا حضرتك هتستخدمه in the operative field ازاي السنان دي isolated والكافة ازاي ما احنا شايفين is subjected more حضرتك بالتفلون تيب عملت retraction للجنجفل وفي الحالة دي في بعض الناس بتستخدمها ان هي تقفل بيها يعني تقوم عاملة مثلا ويستخدموها ويستخدموها بدل الوجه استخدمات التفلون تيب تريكس بتاعته كتير جدا موجودة كتير جدا هتلاقو فيديوز كتير اوي عن التريكس بتاعت التفلون تيب التفلون بقى وايد يعني بقى لا غنى عنه في بصراحة ان هو رخيص طب انا لو ما عملتش proper isolation يا دكتور ايه اللي هيحصل هقولك بقى بص يا دكتور شايف الكافتي الجميل ده اللي هو الجنجفال لو انت ما عملتش proper isolation هيحصل الكنتاميناشن عندك نعين ممكن يبقى الكنتاميناشن باي بلد جاي من الجنجفال تيشو ممكن يبقى الكنتاميناشن باي سلايفا او ووتر او واتفر اي نوع من انواع الفليويدز هتكون موجودة جوه الكافتي وانت بتحط الكمبوضيت او بتحط هيحصل bond او composite degradation يعني ايه يا دكتور يعني الفليويدز دي it will impair the polymerization procedure مش هيحصل complete polymerization وبالتاني هيبقى عندك جزء من الرزن ياما البوندينج ايجنت بتاعك is not completely polymerized ياما لير من الليرز بتاعت الكمبوضيت is not completely polymerized according to the contamination بتاعك ده حصل وقت البوندينج procedure يعني نفورة البلود دي طلعت معاك وانت بتحط البوندينج ايجنت استفزيت الجنجفالتشو الانفلايم دي بالبراش بتاعتك وانت مش حاطت بقى كمان rubber dame ولا عمل isolation كويس الوضع يعني متلصم وشوية التفتد بروش دي جات على الجنجفالتشو فقط مطلع لك نفورة البلود او ان حصل contamination بقى العيان انت مش مركب rubber dame والساليفا او salivary secretion بتاعه عالي اوي فكل القطنت بل وخلاص بقى فيه عندك pull of saliva بحيرة البطب انا بقولها لزمالكو في العيادة وحصل contamination وقتفر وقت البوند او composite الفلودز دي هتمنع polymerization فبالتالي عندك جزء من composite هيبقى is not polymerized او layer او not completely polymerized طب وبعدين this will impair the aesthetic properties يعني ايه شايفيني ده كاترة lateral incisor ده lateral incisor اللي في الصورة ده ده composite veneer اظن واضح من الصورة في cervical area ان هو اللون غامق شوية عن بقيت الايه بقيت السنان هل ده علشان الدكتور ده اختار شيء غلط لا ده حصل علشان حصل contamination بالblood فبالتالي حصل entrapment البعض في composite فبالتالي بقى composite في cervical area لونه ايه غامق لونه غريب لونه مش natural تمام او ان انت حضرتك يحصل contamination ده وطبعا السنة دي ما شاء الله زي ما انت شايف central incisor وانت بعيد عن البعض البعض فإن قررت ان انت تشتغل اه للتوز دي او تحط الكمفوزيت بتاعك فيه التوز دي اه من غير رابر دعم من غير ايزوليشن لكن شوية بلوت جم شوية قصد يسالايفا جم وانت بتحط بس ايه العين بس قفل بقه وحصلت حاجة حصل اي مسهاب اه وشوية سالايفا جم على الباندينجاجينت واانت بايه بتعمله كيورينج او بعد محطيته بقى Un-Polymerized فيه جزء كبير منه ما حصلوش Complete Polymerization وبالتالي بعد وقت Un-Cured Composite ده تحصله Degradation او حصله شوي واتبقى ايه مكانه فراغ الفراغ ده اتملب مية واتتملب Stains وابتده يعمل Stains Marginal Staining حوالين Restoration قصه قصيره حزينه بقى اذا الـ Contamination of Composite او bonding agent it will responsible for lowering the physical and mechanical properties physical اللي هي الاثاتيكس يعني والميكانيكال properties بتاعت الـ Composite لحد دلوقت يا دكتور ان انا اجبلك سؤال Give short account on الحاجة الوحيدة اللي قادرة اجبلك فيها سؤال هو جزء الـ سؤال طويل في الـ Final يقعد بقى تكتب وتكتب كل الكلام concerning the step ليه هي complicated parameter ايه هي the factors affecting the variation بالانامل والدنتين الـ Guidelines التكنيكس اما اجبها لك كاملة اما اجبها لك جزء زي ما شرحناه انما انا اجب لك ستابس التانية كلها ستابس صغيرة ممكن اسألك فيها شورة questions زي ما قلنا step step كده احنا دلوقتي خلاص خلصنا 4 steps الاولانين طبعا pre-treatment of substrate surface احنا اتكلمنا وقلنا ان دي step البوندنج شابتر البوندج والادهيجن كله انتو عرفتوه مع الدكتور واقل خلصنا اول 3 steps او اول 4 steps بقى لو احنا بنتكلم على طبعا دي الstep اللي احنا بمحدث طبعا دي بقيت ال steps تي اخر ستاب هنتكلم عليها النهاردة في لكتشر 2 ان شاء الله من اللكتشر اللي جاية هنتكلم على بقية الستابس بتاعت الكتشر المانيبوليش ده ممكن يجيلك سؤال مثلا importance of the matrix system كذا 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 كمبيت طيب according to the different classes انا اسمتلكم matrix systems ومش هقول كل matrix systems لان matrix system title كبير قوي وفي انواع كتيرة قوي اللي حطتهلكو بس يا كترة هي common matrix systems اللي احنا بنستخدمها في الكلينيك اول نوم لو احنا بنتكلم علي class 3 و class 4 عندك minor defect زي ما احنا شايفين في الصورة اللي تحت على اليمين minor defect plus 4 صغير مش واخد اكتر من one third incisor one third of the tooth بتقدر تحط matrix band خفيفة خالص اللي هي الكلير polyester matrix أو celluloid matrix band أو المايلر matrix بعد بتبقى transparent تقدر it can allow the passage of light وبالتالي it won't retard the polymerization small أو moderate sized class 3 class 4 قدر استخدمها لكن عينب المايلر أو celluloid matrix band ان هي very soft طرية جدا ميعة جدا بالبلدي كده لما تيجي حضرتك تستخدمها enlarged cavities هتلاقي نفسك ايه مش عارف تعمل contouring كويس للcomposites يعني دايماً بتبقى محتاجة a hard wall to be adapted on اقدر استخدمها في compound cluster 3 اللي انتو عملتوه اللي هو مثلاً وايخد ويخد 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 بقى لما تلاقي ان انتو اكتر من نص التوس وكل ده هتبني هيبقى صعب شوية بتاع الكلير أو طب نعمل ايه في عندك option في حاجة اسمها celluloid crowns بتبقى الماتيريال بتاعتها crowns بس clear مادة شفافة لكن الماتيريال بتاعتها بتبقى اقوى شوية واند عندك class 4 زي ده واخد وصل ابتدى يوصل للمدل one third of the tooth بتقدر تستخدم celluloid crown لكن celluloid crown عيبه ان هي حاجات custom media يعني انت بتشتري الكيت او بتشتريهم separate من عند dental tosture فبالتالي اصابعتمش زي بعضها التوس دي مش نفس شكل التوس دي مش نفس شكل التوس دي فعشان توقتين the same lost contour اللي كموجود natural في التوس وتولف عليه celluloid crown يديك نفس old contour دوت مش حاجة سهلة قوي نفضل في حالة زي دي نعمل ايه نعمل حاجة اسمها palatal index يعني ايه دكتور impression بقى دكتور ده علاجك الوحيد ان حضرتك السنة المكسورة جاعيان بالمنظر ده ما عنده extensive class 4 او extensive fracture in the incisal edge تقوم حضرتك واخد له impression rubber based material والimpression ده حضرتك تبتدي تصب كاست وتبني الكومبوزيت على الكاست ده وتقوم عامل حاجة اسمها palatal index يعني حضرتك تبقى واخد impression للكاست rubber based material الفيديو ده هينزل لكو ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وان شاء الله باذن الله هبعتلكو على الجوب يعني هبعتلكو كده exercises حضرتكو تعملوها على الجوب وعلى system ان شاء الله practical exercises concerning how to apply composite in fractured incisal edge المهم بعد ما حضرتك اخدت impression للكاست بعد ما بنيت الكومبوزيت على الكاست بتبتدي حضرتك وانت بتبني الكومبوزيت بقى تحط ايه تحط palatal index ده يبقى جايد ليه كزي ما احنا شايفين في الصورة كده من شكل الكومبوزيت يبقى بالطول ده عرض الطوث انصائزة ليه تبقى بالمنظر ده انصوق لبقى اذا 3 methods 4 matricing class 3 & 4 هنقول clear polyester matrix أو celluloid matrix band celluloid crowns واخر حاجة palatal index using rubber base impression class 5 يا دكتور ملهاش نفس تقدر تستخدم celluloid matrix في اخر layer تشدها على الكومبوزيت زي ما احنا شفنا في الديمو قبل قبل الاجهزة دي وممكن حضرتك بقى الاجمل انك تستخدم نوع غالي شوية من الماتريسز اسمه cervical clear matrix اخدتوها برضه مع دكتور حسين قبل كده هي عبارة عن transparent matrix وبتبقى pre contoured زي ما انتو شايحين في الصورة اللي تحت كده بيبقى فيها شوية curvature يعني عملوا فيها شوية موديفكيشن زي حطوا فيها handle عشان تقدر تحطها against the soft composite وبالتالي تديك الكنتور المظبوط cervical وعملوا housing في الهند زي ما احنا شايفين في الصورة اللي في النص مكان تقدر تحط فيه light curing tip علشان تبقى فيه fixed distance ما بين light curing device وال composite يعني شوية موديفكيشن زي كده علشان ايه اداء هيكون احسن ايه او تدي كنتور احسن احنا قلنا الماترسنج for class three and four celluloid matrix is celluloid crowns palatal index with rubber base impression matricing for cervical matrix اللي هي cervical clear matrix زي ما شفنا زي ما شفنا في الصورة دي اه في ال ring نفسه ring retainer اه اللي هو بيتحط على to hold the matrix لبقى اذا انا عندي ring retainer holder اه وعندنا ring retainer اللي هو ده اللي هو شبه الكلام بتاع شبه شوية الكلام بتاع ال endo ده طيب ring retainer ده اتعمل منه اه زي ما انتم شايفين فيه حتة الخضرة اللي تحت دي extension او بيسموها wing ده مش بس بيستقل ال wing ده بيعمل proper adaptation او اه of the matrix على التوس ده كمان بيساعد على separation slight separation ما بين التوس وما بين الجنبها to be compensated by the composite contact وبيكون معي زي ما احنا شايفينا هون هادي المتال matrix وبتبقى pre contour وفي منها different sizes different thicknesses different shapes في منها انواع بيكون لها جزء كده نازل تحت jingival extension وبيبقى معيها كمان الوجز بتايته different sizes of وجز اسمها flexi الوجز system الامتاز ابعت لكم ان شاء الله فيديو عليه اه تشوفوه وتشوفوه ازاي الابلكيشن بتاع الساكشن الا sectional matrix system النوع البدايي بتاعه هو tour vm لي انتو اشتريتوه كنتو اتشتغلو به بتاعه طبعا اقل اقل جودة من النوع ده اللي هو لكن هو نفس الفكرة بس من غير الوجه يعني بيجي الريتينر والهولدر بتاعه اللي بيمسكه هو الكلامبهولدر بتاع الاندو وبتبتدي يتملق الماتريكس بري كورفت ماتريكس بانز متى ماتريكس بانز بتحطها على التوس وبرضه هتشوفه عليه فيديو ان شاء الله ده بس يا دكتور لا فيه سيستيم تاني يا دكتور اسمه والسر ماتريكس سيستيم الولسر ماتريكس سيستيم ده يا نهر ابيض دكتور ايه الكتلة الغريبة دي ده فيها كمية لا حصرة لها يا دكتور من انت عندك هولدر الولسر ماتريكس سيستيم وكمية لا حصرة لها عدد كبير جدا 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 من ايه بقى يا دكتور من حاجة اسمها السلف كلامبينج ماتريكس يعني ماتريكس وزاوت كلامب طبعا دي يعني الابليكيشن بتاعها يبقى الطف كتير وليس انوينج تو دا بيشينت هل الكتس كلها بنفس السايز ده يا دكتور لا طبعا اكبر كتلة الولسر ماتريكس سيستيم في ماتريكس سيستيم من الولسر بتبقى عدد السلف كلامب ماتريكس اقل شوية التبديق مفيدة في ايدي او بص كده دكتور ده السلف كلامبينج ماتريكس يقدر يعمل ريستورنج للميزيال وديستال اسبكت اتزا سيمتوم شايف هاي دي ماتريكس حتة ماتريكس اتبع موجودة ميزيال وديستال في السنة اللي هي فايف اللي هادغطيها دي اللي هي الامو او دي كارتي في اللي هي امو او م ماتريكس تغطي الديستل والميزي الاسبكت من الاثلاثة الى اثنين يبقى اذا يا دكتور وده ممكن يجيلك سؤال هي ملتي سوفيس ريستوريشن يعني سلف كلامبينج ماتريكس يقال العمل الشركة المنتجة تقول ان الوجه لا يحتاج تقول ان الماتريكس اس هايلي ادابت على التوس جينجيباني فبالتالي في الحالات دي بتبقى الوجه يسنق نستسري لس ده لسه علي دي بيت كتير قويه لسه علي كلم كتير قويه ابحث كتير قويه الميزة في الماتريكس دي ان احنا مش هنرميها بعد الاستخدام احنا نعمل لها او هندخلها في الاوتوكليف ان هي ما حصل لهاش بندنج او حصل لها اي مشكلة وهي ما بيحصل لهاش بندنج بويزاوي ان الماتيري اللي بتاعتها اقدر استخدمها كمالتي يوز ناتريكس سيستم تنظفها وتعمل لها وتستخدمها مع العيان اللي بعد اخر حاجة في اللاكتشر بتاعت النهاردة هي الوجه اه امبورتنس بتاعت الوجه اي بقى يا دكتور من فضلك في التراهنجلر سبيس ده اعمل ستابيلايزيشن زي ما اخذنا الترمي اللي فات كل الكلام ده قديم وبالتالي بتعمل سلايت سيباريشن فبتعوض تخانة الماتريكس بانت فبالتالي تقدر تديك مور بروبر كونتاكت مع الادجيسنت انواع الوجه اللي ممكن نستخدمها مع الكمبوزت اول نوع كله محاولات ان احنا نطلع ترانسبيرنت وجه ليه انا بدور على ترانسبيرنت وجه مع الكمبوزت لان ترانسبيرنت وجه ده الجنجفل الارية لان اكتر حتة تتعرض لبلاد كنتاميناشن واكتر حتة كمان لايت كورينج ديفايس البنتريشن بتاع اللايت فيها بيبقى قليل شوية وبالتالي انت بتباعيز كمليت بوليمريزيشن او ممكن تستخدم اللايت رفلكتنج وجه فور كمليت بوليمريزيشن او تديريكت the light to the interproximal area فبالتالي تزود الكورينج بتاع الproximal aspect ده طبعا لو انت حاطت ترانسبيرنت ماتريكس باند انت لو حاطتها ترانسبيرنت الوج بتاع ترانسبيرنت والماتريكس باند متل اللايت ريفلكتنج وجه ده انا عامل ريفلكتنج الايم وهم اضغطي بالماتريكس ده كمان في حاجة يا دكتور ده بيعمل حاجة اسمها Guided Polymerization ودي هتعرفوها ان شاء الله المحاضرة اللي جاية ان هو Direct the light to be Shrinked To be polymerized Toward Gingival Martial قصة دي هتعرفوها ان شاء الله المرة اللي جاية طب نستعملها يا دكتور لأ انت عندك مشكلة كبيرة وده السؤال ممكن يجيلك Give reason ممكن اسألك The advantages of light reflecting which وممكن اسألك Although the advantages of light reflecting which It's not widely used The دي حاجة بعليها لقب material نفسها بالرغم ان هي transparent and it allowed the passage of light But it is a rigid أو stiff material يعني ايه دكتور يعني اجي احطها في المبريجر احنا زي ما اتفقنا The rigidity بتاعتها دي It doesn't fit quite well in the different المبريجر sizes طب وبعدين انا اقولك على حاجة ان انا استخدم wooden wedge واعمل احسن عندي 500 مرة من ان انا استخدم light reflecting ليه بقى دكتور لان wooden wedge يعمل better separation on the light reflecting wedge We can fit the size of the embrasure better ليه بقى دكتور وده سؤال انتو اخدتوه الترم الاوليني ليه wooden wedge fit the embrasure size better أو more precise than plastic wedge ده سؤال انتو اخدتوه الترم الاوليني لان light reflecting wedge بلاستيك لان حضرتك الخشب لما بتحط او لورود نوجه حضرتك حطيتو فيه the embrasure will absorb the fluids اللي موجودة whatever دي saliva أو water وبالتالي بعد ما يعمل absorption ليه the fluids it will fit the size of the embrasure زي نفس فكرة الخشب اللي هو لما احنا حطينا عليه مية او مع الشتاء او مع الرطوبة تيجي تقفل الباب بتاع قطط لقي ما بيقفلش قوي انه هو بيتمدد كبر ونفش واخد size بتاع the embrasure وبالتالي بقى more adapted على التوس وخلى الماتريكس more adapted وقلل the gingival overhang نعتمد على الودن وجه يعني يا دكتور وفينا طلع يا دكتور اقوى كمان من الودن وجه وده اخر كزقة في المحضرة هو the flexi and diamond وجه the flexi وجه اللي هي في الكت بتاع الجاريسون sectional matrix وممكن حضرتك تشتغل اشتريها separate الماتيريالز دي الفلاكسي وجهز والدايموند وجهز دول معمولين العشان of silicon silicon it's a very 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 زي ما احنا عارفين العصر a very flexible material طب ويه تاني يا دكتور ده انا عملها ضايما امتبص يا دكتور علشان تاخد الكيرفيتشر بتاعة التريانجل بتاعة الايه البريجر او عملها الى pre-curved زى الفلاكسي ويتجز عندنا بيبقى فيها شوية curvature علشان تبعد عن الجنجفال بيز ومتعملوش انجلي وفي نفس الوقت تفيل the space beyond the contact area excellent marginal adaptation and less invasive الوجز او pre-curved tip دي تقدر تعملك adaptation عالي جدا وفي نفس الوقت لما تيجي حضرتك تعمل لها pushing هي pre-curved بس الفوق toward the contact area فبالتالي ما تعملش اي impinging للجنجفال وبالتالي ما تعمل لك اي مشاكل للجنجفال تعمل لها gingival inflammation او gingival research زى ما احنا شايفينا اهي داكاترا الفلاكسي ويتجز خطنها بتعمل proper separation التعمل excellent marginal adaptation and pushing through the embrasure less invasive toward the gingival tissue المحاضرة كده خلصت يتكترة احنا كده خلصنا من ال steps of manipulation 5 steps selection of the resin composite type and shade ال isolation pulpit protection ال pretreatment اداخدتو مع دكتر ويل وخلصنا الماترسيج ان شاء الله next lecture lecture will be the last lecture of this chapter هناخد packing وال contouring ال shaping هناخد polymerization هناخد كمان ال finishing and polishing وازاي نعمل follow up and maintenance the resin composite هناخد مره وزق اف Sister